جزيزاتي طالبات الصف الرابع الثانوي في ثانوية السندباد الأهلية مرحبا بكم في الدروس الإلكترونية درسنا لهذا اليوم هي الفيزياء صف الرابع ونأخذ ظواهر التي تحدث في المرايا أول ظاهرة هي الزيغ الكروي معنى الزيغ الكروي هي ظاهرة عدم تجمع الأشعاء المنعكسة عن سطح المرآة الكروية في نقطة واحد يعني من تسقط الأشعاء ما تتجمع في نقطة واحد لهذا يظهر تشوه في الصورة ولمعالجة ذلك أو التخلص من الزيغ الكروي تصنع المرايا المقعرة بشكل قطع مكافئ ذات بؤرة نقاطية أو استخدام مرايا كروية صغيرة الوجه كما في عاكسات الضوء وفي التليسكوبات الفلكية قوانين المرايا أو ما تعدى بالمعادلة العامة للمرايا الكروية واحد على البعد البوري يساوي واحد على بعد الجسم زائد واحد على بعد الصورة بالإنجليزي واحد على F يساوي واحد على U هذا U بعد الجسم زائد واحد على V بعد الصورة يعني واحد على البعد البوري واحد على F يساوي واحد على U واحد على بعد الجسم زائد واحد على V بعد الصور أيضا الف يمثل البعد البوري ويو يمثل بعض الجسم وبعض الصورة عند تطبيق هذه المعادلة يرجع مراعاة الأمور التالية يعني لازم ينتبه للأمور التالية أولا تكون يوم موجبة إذا كان الجسم حقيقيا وسالبا إذا كان خياليا يعني قيمة التعويض بها تكون موجبة إذا كان الجسم حقيقي وسالب إذا كان خياليا يكون فيه موجبة يعني الصورة موجبة إذا كان الصورة حقيقية وسالبا إذا كانت الصورة خيالية يعني من تطلع النتيجة موجبة هاي الصورة حقيقية من تطلع سالبة هاي الصورة خيالية ثلاثة يكون F موجبة في المرايا المقعرة دائم المرايا المقاعرة البعد البوري موجب وسالبا في المرايا المحدبة ملاحظة البورة الحقيقية هي نقطة تجمع الأشعة المنعكسة في المرآة أما البورة التقديرية أو الخيالية هي نقطة تجمع امتدادات الأشعة المنعكسة في المرآة القانون الثاني هو قانون التكبير والتكبير هي النسبة بين طول الصورة إلى طول الجسم ويرمز له بالرمز M التكبير يساوي طول الصورة على طول الجسم H' على H أو يساوي بعد الصورة V على بعد الجسم U M يساوي H' على H أو يساوي V على U حيث أن M التكبير الطولي و H طول الجسم وداش طول الصورة بي بعد الصورة ويوبعد الجسم وعند تطبيق قانون التكبير يرجى مراعاة الأمور التالية أولا تكون إشارة التكبير موجبة عندما تكون الصورة حقيقية مقلوبة بالنسبة للجسم اثنين تكون إشارة التكبير سالبة عندما تكون الصورة خيالية معتدلة بالنسبة للجسم وكذلك إذا كان مقدار التكبير يعكس لنا مدى تكبير الصورة وتصغيرها لذلك فإن إذا كان M أكبر من واحد يعني التكبير أكبر من واحد فالصورة مكبرة B F M أصغر من واحد فالصورة مصغرة C F M يساوي واحد تكون الصورة مساوية لكبر الجسم شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء في محاضرة قادمة